زي كل مرة وفكركم ان كل درسة عندنا ليه اهداف واهم حاجة تكونوا مركزين كويس جدا في اهداف درسنا كل مرة لاننا هنشوف ايه هي الاهداف دي ونرجع نبص عليها كل شوية ونشوف هل احنا حققنا الاهداف دي مع بعض ولا لسه شوية في اخر حصتنا خدوا بالكم كل شغلنا زي كل مرة هيكون على الاسكرين يعني عايز يعنيكوا دايما على الشاشة وعلى طول مركزين طيب دلوقتي بقى انا عايز اسأل سؤال مهم جدا يا ترى احنا شغالين زي ما احنا متعودين على الانشطة والمشاريع اللي احنا متفقين عليها من الدروس اللي فاتت ولا لسه عملتوا ايه ووصلتوا لايه وهل بتعرضوا شغلكوا في المدرسة في الفصل او في الكلاس للمدرس او للمدرسة بتاعتكوا قدام كل زمائلكوا ولا لا طبعا انا واصف جدا وعارف ان انتوا كلكوا شغالين زي الفل وانا فخور بيكوا جدا وفخور بكل شغلكوا طيب درسنا النهاردة بقى هنتعلم فيه حاجات جديدة وجميلة جدا عنوان الدرس بتاعنا جمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها في رسوم بيانية تجميع بيانات وتحليلها وهعبر عنها طيب دلوقتي احنا عندنا في الكتاب صفحة 34 على الشاشة في 3 اهداف ظهرين قدامنا عندنا معلومات كتير عن الاماكن لو احنا يعني عندنا معلومات كذا معلومة عن كذا مكان بنعمل فيها ايه؟ بنرسمها على خريطة زي مثلا في الدراسات طيب لو انا بقى عندي ارقام وبيانات كتير هعمل فيها ايه؟ المرة دي هرسمها في اشكال تلخص البيانات دي والاشكال دي بنسميها شكل او رسم بياني يعني الشكل اللي بيلخص البيانات ده هو ده اللي بسميه شكل او رسم بياني فيه كذا طريقة للرسم ده النهاردة الطريقة اللي هنتكلم عنها هي طريقة الاعمدة تمام جدا تعالوا بعد الوقتي نشوف اهدافنا النهاردة وهنعرف ازاي نحدد الوسائل طيب الوسائل الرقمية اللي هي الطرق الرقمية يعني هقدر بيها انظم معلوماتي وهنعرف النهاردة كمان معلومات عنكم انتم من خلال جامع البيانات وتحليلها جوا رسم بياني وهنشوف ازاي ده بيحصل والرسوم البيانية دي اشكالها كتير جدا بصوا كده على الشاشة قدامكم وشوفوا الحاجات دي كلها طيب النهاردة هنتعامل مع الرسم البياني بالاعمدة هو ده النوع اللي هنتكلم عنه بالتفصيل وهنعرف ازاي نتناقش مع بعض عن الاشياء الشائعة اللي هي المنتشرة يعني بيننا وبين بعض ونقدر نقول المعروفة يعني بينكم طيب انا شايف انها فرصة رائعة علشان نتعرف على حاجات كتير تعالوا بقى دلوقتي عشان دي فرصتنا لنتعرف على الادوات الرقمية اللي ممكن نستخدمها لجمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها في رسوم بيانية حلو جدا يلا بينا نشوف بقى ازاي هنحقق اهدفنا مع بعض جاهزين؟ يلا بينا نقرأ دلوقتي بقى مع بعض لنتفاعل معه يلا بينا على السؤال ده كيف يمكن للوسائط الرقمية مساعدتك على تنظيم المعلومات؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه وسائط او وسائل رقمية اصلا؟ يعني مثلا نص صورة فيديو برنامج صوت اي حاجة تكنولوجية تعتبر رقمية طيب تمام انا كده فهمت ازاي هتساعد في تنظيم المعلومة؟ الوسائلة الرقمية دي ممكن جدا تنظم لنا المعلومة بشكل ظريف اوي زي بالضبط كده الرسم اللي قدامكو ده الرسم البياني اللي بالاعمدة ده هنستخدمه كبرنامج او بنستخدم برنامج ينظم لنا في المعلومات اللي طلعب بالشكل ده موضوع جميل جدا زي مثلا برنامج مايكروسوفت وورد او الاكسل وبرامج تانية كتير ممكن تعتبر امثلة على وسائل رقمية تنظيمية للمعلومات هطلب بقى دلوقتي من كل واحد فيكو يجاوب على السؤال ده ازاي بتنظموا بياناتكو وايه الادوات اللي بتستخدموها ده طيب دلوقتي بقى يلا بينا نقرأ عن جمع البيانات وتحليلها وطرق التعبير عنها في الرسوم البيانية واحدة واحدة كل ما هقرأ جزء انا هقف في الاراية فجأة واسألكو واشوف انتم تابعين معايا ولا لا ومركزين كويس ولا لا اول جزء معانا بيقول لكي يتمكن العلماء وعلماء الاثار من دراسة اي زواهر وحل المشكلات لابد من جمع البيانات المتعلقة بهما يعني ايه جمع البيانات المتعلقة بهما يعني البيانات اللي لها علاقة بشغلهم وبعدين تحليلها وبعد كده التعبير عنها في رسوم بيانية زي ما قلنا كده الرسم البياني اللي بالاعمدة طيب تعالوا نشوف بقى جزء جمع البيانات ده يمكن جمع البيانات من مصادر مختلفة من كذا حتة يعني زي مثلا كتب مقالات يعني ايه مقالات مقالات يعني حاجات مكتوبة من على الانترنت او من كتب او من جرايد كل دي بيتقال عليها مقالات طيب استطلاعات الرأي زي استطلاعات رأي اللي هو مثلا بيبقى موجود في كل مكان كده يقولك انا عايز اسألك عن كذا او ايه رأيك في كذا او ممكن تقولي الحاجة دي عجبتك ولا كذا عجبك اكتر كل ده اسمه استطلاع رأي لانه ليه علاقة برأيك انت وفكرتك انت تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن